أبو إبراهيم يسأل يقول يعني بعض الناس الآن يستبدل السلام بقول في أمان الله يقول ما حكم ذلك أبو إبراهيم بارك الله فيك طبعا تحية أهل الإسلام السلام تحية أهل الإسلام السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الدخول والقدوم على الناس وإذا أراد المغادرة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليست الأولى بأحق من الثانية كما جاء بذلك كالنص وأما قول في أمان الله كلمة طيبة وجميلة لكن يقول يقولها الإنسان بعد قول السلام عليكم مثلا أو قبلها مثلا فإذا شخص الآن أراد أن يودع أناس كان جالسا في المجلس مثلا وأراد القيام أو مثلا شخص أراد السفر يقول في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله هذه السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحية فكلمة في أمان الله كلمة طيبة لكن يصحبها السلام إما قبلها وإما بعدها